سورة الحجر أعبر الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناليف لامراء تلك آية الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ورهم يأكلوا يتمتعوا ويليموا الأمن فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبقوا من أمة أجلها وما يستاخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه ذكر إنك لمجنون لما تأتين في الملائكة كنت من الصادقين ما تنزل الملائكة إلا بحقي وما كانوا إذا المنظرين إننا نحن نزلنا ذكر وإننا لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا بيستازئون كذلك نسلكه في قلوب المجنمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه يعرجون لقالوا إننا سكر تبصرنا بل نحن ما قوم مصحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وعافظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين والأرض مددناها والقينا فيها رواص وعندتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل إليه بقدر معلوم وارسلنا الرياح لواقحة فأنزلنا من السماء ما أن فسقيناكم هو ما أنتم له بخازينين وإننا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علم المستقديمين منكم ولقد علم المستغرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حاكم العليم ولقد خلق نسان من صلصال من حماء مسنون والجنى خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال البكى للملائكة إني خلق بشرا من صلصال من حماء مسنون فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبريسة بأن يكون مع الساجدين قال يا إبريس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون قال فأرج منها فإنك رجل وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فانظرني إلى يوم يبعدون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما ويتني لأزينن لهم في الأرض ولأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا سراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهلنا لموعدهم أجمعين لا أسألت أبواب لكل باب منهم جزء مقصوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدري من غل إخوانا على صرر المتقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ إبادي أني أنا الغفور الرحيم والعذاب هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم يتخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل لا توجل إنا نبشرك بولا من عليم قال بشرتموني على أن السنة الكبر فيما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكون من القانتين قالوا ومن يقنط من رحمة ربه لا الضالون قال فما قطبكم أيها المرسلون قالوا إن نوصلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوطن إنا لما ننجوهم أجمعين إلا امرأته فقدرنا إنها لمن الغادرين فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم ملكارون قالوا بل جئنك بما كانوا فيه يمطرون واتينك بالحق وإننا صادقون فاصلي بأهلك بقطع من الليل فاتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم وحد وانضحي ثمارون وقضينا إليه ذلك الأمر إن أنه ذا بل هؤلاء مقطوع المصبحين واجأ أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ذايفي فلا تفضحون واتقوا الله لا تخسون قالوا أولا من ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأغلتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وانضرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب ليك لظالمين فانتقلنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عدين فهو ربك لنسأل أنهم مجنعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تمر وعرض عن المشركين إنا كفيناك المستزئين الذين يجعلون مع الله إله الآخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يريق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى ياتيك اليقين صدق الله العظيم